القدرات البحرية اليمنية تشغل الإدارة الأمريكية إحاطات وانتقادات للقدرات البحرية الأمريكية التي كشفت القوات المسلحة اليمنية حقيقة وهنها أمام العالم وزير البحرية الأمريكية شدد على التهديد اليمني الذي تصارعه بلاده في الجبهة البحرية مؤكدا تعرض الصفون الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية لمئات الهجمات من اليمن في البحر الأحمر تصدد قواتنا البحرية لمئات الصواريخ والطائرات بدون طيار التي أطلقها الحوثيون خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من ثلاثمائة صاروخ ومزيرة كانت تستهدف السفن التجارية والسفن الحربية لكل من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا الدوليين نحن نواجه خصما تدعمه إيران خصما يستهدف سفننا على نهو النشط ويحاول إذاء البحارة ومشاة البحرية التابعين لنا فقط لأننا نجره على الدفاع أما لا حول لهم ولا قوة هو في أحدث جلسة استماع للكونغرس والتي أدلى فيها دلتور بشهادته الكثير من الانتقاد للقدرات الأمريكية التي خسرت المعركة أمام اليمن ذكرتم كنقطة تفاخرون بها أنكم تسمون معركتكم ضد الحوثيين نجاحا مع كونهم لا يمتلكون قوة بحرية ولكنهم ما زالوا يعطلون الملاحة ولديهم القدرة على مهاجمة سفن الشعن هذا ليس إنجازا وهو بعيد كل البعد عن الفوز نحن البحرية الأمريكية وكنا أكبر بحرية في العالم إنها أخبار سيئة أن يخوض بحراتنا اشتباكا قاتلا بالأسلحة يجب أن يكون الهدف هو تدمير مصدر التهديد في المقام الأول حتى لا يمتلك تلك الأسلحة ولكن يبدو أن كل ما نفعله هناك وإسقاط الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تحلق فوق سفننا أو السفن الأخرى في المنطقة وفيما تناولت الإحاطة أهمية إيجاد حلول لخفض الكلاف الهائلة التي تتكبدها البحرية الأمريكية في المنطقة كان موقع بريكينغ ديفنس العسكري الأمريكي أشار إلى أن البحرية الأمريكية تبحث عن حلول لخفض تكلفة عمليات مواجهة هجمات اليمن من خلال الاعتماد على أسراب طائرات مسيرة أقل كلفة بدلاً عن المنظومات الدفاعية الباهظة التكلفة غير أن هذه الحلول لا تزال بعيدة المنال وفقاً للموقع ما يجعل الولايات المتحدة مضطرةً لمواصلة تجديد مخزوناتها من الصواريخ باهظة التكلفة من جانبه أكد موقع معهد البحرية الأمريكية أن القوات المسلحة اليمنية خلقت بيئة عمليات قتالية خطيرة اكتسبت منها القوى البحرية المنتشرة في المنطقة خبرةً قتاليةً مستدامة وبالنسبة للولايات المتحدة فهي المعركة الأهم منذ الحرب العالمية الثانية ترجمة نانسي قنقر